السلام عليكم اخوتي اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات للا فاطيما اليومين ان شاء الله في وصفة جديدة نحضر معكم ان شاء الله العين في الكوكوت بطريقة اللي مختلفة تماما على المعتد وفي نفس اللحظة صراحة كيجي رائع جدا كيجي لديد بزاف مهم قبل ما بدأوا الفيديوكم العادة منسوش تدعموني بلايك للكم باش تجعوني باش جائما ان شاء الله نجيبكم وصفات اللي يكونوا جداد وحصريا كل اللي كتقول ماركا تشوفوني فمنسا اشتركوا في القناة تفعلوا جرس باش جائما تصلوا بجديد ديالي ويمداب لما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة تحضير بسم الله على بركتي الله بالنسبة المكونات فغا نحتاج هنا العينب بالنسبة الكيمية اللي استعملت فانا عندي هنا جوج كيلو ديال العينب خليط ما بالعينب اللي عندي اكحال والعينب البيض بالنسبة لهذا وصفة هادي فضروري ومؤكد ومن الاحسن تستعملوا العينب الاسود ولاز بغيتوا كي تزيدوا تخلطوا العينب اللي بيض زيدوا غير شي شوية بحالي انا يزدت غير عنقوب واحد ديال العينب البيض يمكن لكم هاد الوصفة هادي تديروها غير بالعينب اللي كيكون كحال بوحدته فهي صراحة كجيزوينة بزاف مهم هنا يا انا خلط مباشرة فهد لقيتها هادي عندو زين شاء الله هنقصلوا العينب ديالنا كنحاولوها كي نخصلوه بالماء اه صراحة من الافضل انتو مها كي لابغيتوا العينب ديالكم يتنظف معاكم مزيان وتخصلوه مزيان حاولوها كي تديروا واحد الاناء فيه الماء ومن بعد اه ديروا العينب ديالكم فيه وضيفو له كي واحد جوج دياله ملاعق كبار ديال الخل وخليوه يفزق على خاطر ويتخصل صراحة كيتخصل مزيان وحتى ذاك اللي كان فيها كي شي بخاخش ولا شي حاجة كي طيحو منو كيموتو كيتنظف مزيان انا هنا غسلتو غير بالماء وغسلتو عدة مرات فاديتو اللابابو وغسلتو مزيان حتى تنظف ومهم هاكا كيكون العينب ديالي واجد كيكون منظف مزيان فالوقيتها هادي مباشرة ان شاء الله غاندوزو العمال كنحاولوها كي نحلو العينب ديالنا فالنصف بهتشكل هدايا وكنحايدوه ذاك الزر يعلي كتكون فيه الداخل صراحة بالنسبة لهذا الوصفة هادي من الافضل استعملوه كي شي عينب يكون تامر يكون كبير باش كي يحتملي كنس بغيو تنقيوه تغييها كيتنقى معاكم وما كيعدبكمش مهم غانستمر بنفس طريقة كنقطع حتى بالنسبة للعينب لي كيكون عندي بيضة هو كنقطعوه بنفس طريقة كنحايد منو ذاك الزر يعلي كتكون فيه الداخل هو صراحة بالنسبة للعينب لي كيكون بيض فما كيكونش فيها زريعة بزاك كي اللي كيتباع ما فيه شقاع الزر يعله هداك اللي ما فيهش الزر يعله بغيتو تستعملوه هداك ستعملوه بلا ما تحلوه لا داعي انكم تحلو العينب ديالكم ولكن ضروري ما تتأكدوا واش فيه الزريعة ولا لا مهم بنفس طريقة غانستمر غانوريكم هنها طريقة اخرى كنحاولوه كي نقطعو الكيمية ديالعينب اللي عندنا كاملة فهاتشكل هدا يوم بعد كنبقوا نحايدو ذاك الزريعة غير بيدانا صراحة هالطريقة هدي فهي عملية اكتر والعينب كنسر بيواه بسرعة كي تخدم النا دغية دغية مهم فغاستعمل حتى غانكمل الكمية ديالي كاملة ها كي كي يكون العينب ديالي واجد في هاد لقيتها هدي مباشرة ان شاء الله غاندوزو نحضرو الوصفة ديالنا غانحتاج هنها الكوكوت اللي هي طاجرة الضغط كنحاولو كي نفرق فيها الكمية ديالعينب اللي عندي كاملة كي ما قلت لكم فعندي هنيا جوج كيلو ديال العينب هنيا بعد موطعة العينب ديالي فمباشرة غانضيف المكونات المتبقية غانضيف اول حاجة رأس ملعقة صغيرة من الملح غير شي شوية ديال الملح اللي كان عدو بها الماداق مديروش بزاف غير قبيصة ديال الملح ايضا غانضيف هنا يا جوج ديال اكياس ديال نكهة الفانيلا كل كيس كيوزن سبعة فاصلة خمسة جرام وغانضيف كذلك السكر بالنسبة للسكر فغانضيف خمسة ديال كيسان وكأس إلا ربع هنيا غانضيف خمسة عامرين والكأس السادس غانضيفوه إلا ربع اللي هي واحد ثمانمية وثلاثة وستين جرام ديال السكر هنالا لاحظوا معي الكأس الاخر كنديرو قل ربع مباشرة فاللوقتي هذي هنضيف جوج ديال القطع ديال الحامض وغانحاولك كينحرك الخالي ديالي مزيان حتى كي هبط ليضا كالسكر كامل للقع ومن بعد فانغطي الكوكو ديالي وانخليها تقريبا واحد ربعات دقايق او لا ثلاثة دقايق بميدو بندك السكر غير واحد شوية وكارجوها او تاني نحركوهم زيان ومباشرة او تاني فغانوضعو الكوكو ديالنا فوق النار يعني غير كي بنا كي السكر بدك كيدو بح شوية كنوضعوها فوق النار على نار اللي كتكون متوسطة كنحاولها كي نحركو الخالي ديالي حتى كي يبلي اكايا دق السكر بدك يدوب ما تجهدوش البوطة فى هذي لقيتها لعافية تكون عندكم متوسطة او لا تكون اقل من متوسطة كنحاولو كي نحركو الخالي ديالنا حتى كي بنا كي السكر بدك يدوب مباشرة كنغطي كوكو ديالنا وكنديرو للصفارة وكندخليوها تصفار على نار اللي كتكون كما قلت لكم متوسيطة أمير كتب اللي كاي الكوكود ديالي بدات كتصفر ذاك ساعات كان نقص البوطة كان رجعها ميتة وكان نحسب الكوكود ديالي نصف ساعة وهي كالطيب بعد ما كتدوز نص ساعة بالضبط ذاك ساعات كان حل عليها وشوفوا على العين بديالنا كيفاش ولا كان حاولوا كاي أخليوا ذاك البوخة راحتك يخرج وعاد كان حلوا الكوكود ديالنا لاحظوا معي ذاك العين بطلق السوائل ديالو كاملين والسكر داب مهم كل شي ولا طايب العين بولا طايب غاناوريه لكم عفوان بالمغرفة كيفاش داير كيولي كالحجم ديالو صغير وكيولي طايم فضقتها دي مباشرة غان نزل خالد ديالي وغاندوزو ان شاء الله هنطحنوه فأول حاجة كنحاولوك نحيدو ذاك القطع ديال الحامض اللي ضفناه بعد غاندوزو انطحنوه بالميكسور انا مهم غانطحنوه مباشرة هو مازال ساخن حيط عندي الميكسور انتو ما الى كان يعني ما مصفرش عندكم الميكسور حاولوك يطحنوه في الخلاط غير هو خليوه حتي برد من زيان وعاد دك ساعات طحنوه في الخلاط باش اكيا ما تخصروش الخلاط دياليكم مهم ضروريا كيان منيطحنوه حاولوك ايا ما تخليوه شتيو اللي بحل ما خليو في اكيا الطرفات ديال العين ببينين باش حتي مني كتصايبو المربة دياليكم كيجيكم زوين وكيجيك في القطع ديال العينب انا يالا لحتو معايا بعد ما طحنت الخالد ديالي فكنوضعوه فوق النار وكنجهد له البطاكي واحد شوية وكنخليك يطيب على خاطره مرة مرة كنحركوه حتي كيولي القوام ديالو تقيل عدك ساعات كنتفوعليه النار مهم صراحة انا يا دائما يكمغيك كيان صايبو المربة ولا شي حاجة كمغيك ينحرك الخالد ديالي ومرة مرة كنهز واحد شوية وكنديروك كييف زليفة وكنخليه حتى كيبرد إلا بلي القوام ديالو من بعد ما برد ولا كيبحى القوام ديالو مربة ثم كان عارب بأن الخالد ديالي ما غنزيدش نطيبو أكتر كنتفوعليه إلا بليك باقي خفيف كنخليه يزيد يغلى مهم الله لحتو معايا هنا يا القوام ديالو فاتغير ولا كيتقيل يعني ولا واجد فلوقيت هذي فغانتفوعليه وانخليه حتى يبرد مزيين بضراج حرارة المطبخ وهاكا كيكون المربة ديالنا واجد من بعد ما كيبرد كيولي القوام ديالو تقيل كيجي صراحة لوين ديالو بحل المربة ديال الفريز كيجي صراحة بنمزة بالنسبة لهذا المربة هادا فكنديروها كييف القريعاس وكنح تنفضو به في الثلاجة كيبقى لمدة سنة ما كيوقع لوحدة حاجة كنحضروه صراحة بدون مواد حافظة يعني غير في المنزيل وكيبقى مدة طويل اللاحظة معايا القوام ديالو كيفاش دير كيجي يكي القوام ديالو تقيل بهاشكل هادا يا ضروري ما تطيفولو الكمية ديال السكر اللي ضفت انا يا حيث الى قللتو الكمية ديال السكر فخيخسر معاكم يعني السر اللي كيخليه يبقى مدة طويلة هو الكمية ديال السكر كتكون كتيرة بحل اللي ضفتها انا يا منذ قليل اللي نودعكم مع السلامة نطلقى فيديو اخرى